أنا على حداتكم مرة أخرى ضيفي في هذه الفقرة ضيفي الأسبوعي الزميل العزيز والكاتب الصحفي الدكتور وجدي زير الدين رئيس تحليل جديد أهلا بيك أهلا بيك يا سيد محمد أهلا بيك أنا أحبق معاك النهاردة أحكلمك في عضلتين واجدي تمام على القضية الأولى وهي الدولة التحكم في الأسعار نعم توفير الدولار نعم وتحركات رئاسة الوزراء النهاردة ودخلين باعا الدقيق ورغيف العيش السياحي تمام تمام بيسا محمد فيه إحنا فعلا إحنا مصر دلوقتي بتخوض تحدي كبير جدا جدا في مسألة الأسعار والأسواق ودي مسألة في منطقة الخطورة ودي بتمثل المواطن المصري يعني بصورة مباشرة ووضحة وصريحة يعني الحقيقة أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عفتاح السيسي في الفترة الأخيرة كان ليه تعليمات وتوجيهات صريحة جدا جدا للحكومة المصرية أنه لابد أن المواطن المصري يشعر أن فيه بدأ فيه خفض للأسعار بأي وسيلة بأي شكل طيب الكلام ده ما جاش من فراغ الكلام ده جاء من خلال خطة وضعتها الدولة المصرية ممثلة في الحكومة المصرية وإحنا شفنا أهم كانت خطوة في هذا الإطار هي خطوة الإفراج عن السلعة ودي مسألة مهمة جدا تم الإفراج عما يعادل حوالي 8 مليارات دولار عبارة عن بضايا كل حاجة المستلزمات ومستلزمات ومصانع وكلام ده كله ده طبعا كان لها دور مهم جدا جدا وزي ما رئيس الوزراء قال كمان الأمر الثاني هو خطة إصلاح اقتصادي يعني بدأت الدولة المصرية تقوم بها حاليا من هذا الإطار لابد أن المواطن في الآخر يعود عليه النفع ويشعر أنه فعلا تم خفض في الأسعار بعد الارتفاع الجنوني اللي حسر بسبب تحديات كثيرة يعني لن نتخلق خلاص احنا الوقت أمام الأمر الواقع الأمر الواقع دلوقتي النهاردة كان فيه اجتماع مجلس الوزراء وكان الدكتور مصطفى مدولي يعني كان واضح جدا جدا قال بنفس النص كده قال أن لا بد أن المواطن المصري يشعر أن فيه خفض في الأسعار والحقيقة ده بدأ قبل العيد في خلال رمضان وكده وبدأت فعلا في بعض الأسعار يتم تحركها ودي مسألة مهمة جدا لتحركها للخفض يعني وهو لسه بيقول عايز يوصل لغاية أكتر من 25% أو 30% فده شيء رائع هو بيستهدف لأنه هو متابع هو عارف فرق سعر العملة بعد توفرها تمام حيوفر الدكتور وبالتالي مفروض السلعة دي يبقى تمانها بالزبط كده وبالتالي إحنا هما ماشيين في خطة مزبوطة أعتقد أن المرحلة الأيام القللة القديمة ستشهد فعلا انخفاض ملحوظ إحنا شفنا آخر قرار وكان قرار مهم جدا خفض أسعار الدقيق الدقيق خفض بواقع 2000 جنيه للطن فدي مسألة 6000 جنيه للطن كنا نتراقش بالأمس الدقيق نزل يا وجدي في بعض أنواع الدقيق الفاغر جدا 10.000 جنيه للطن تمام ده سليلة إن انخفاض توريد الأمح 35% ده كلام مهم جدا أو 40 كلام مهم جدا إحنا بنعملش ده علشان تجار الدقيق هما اللي يستفيدوا المسألة لا دعنا بنعمل ده أو الدولة المصرية بتعمل ده علشان الدولة علشان الشارع علشان المواطن المصري في الآخر طيب إحنا بعض المخابز حتى هذه اللحظة مفروض بقى إحكام الرقابة عليها وأنا شفت من تصريحات اليوم الحد القادم هيبقى في خفض تحديدا للرغيف السياحي ودي مسألة مهمة جدا فده إحنا دخلنا في إطار تاني خالص مع العفاظ على وزنه طبعا ده أساسي يعني ما هو ما ينفعش إن هو يخفض سعره وفي نفس الوقت يعوضه بطريقة تانية بيخفض وزنه لا ما ينفعش لا الوزن ثابت في الآخر لابد على المواطن إن يشعر بهذا الخفض في الأسعار الحقيقة إن فعلا فيه خطة والدولة يعني بتشتغل بشكل واضح وصريح وشوفناك تماع مجلس الوزراء إن كل الممثلين في الجهات أو الوزرات المعنية في هذا خليني أنتقل بيك على حاجة كده فضل وقالها النهاردة رئيس الوزراء وعايز رأيك فيه فضل لما كانت الدولة حاسة إن فيه تقصير من ناحيتها نعم فيه توفير الدولار نعم كانت بتعترف بدا ده صحيح وقفت العمل بالقانون نعم بتاع شهر مهلة للإفراج عن البضايا مزبوط تمام النهاردة رئيس الوزراء قال وف دفعنا تمانية مليار وخرجنا بضايا تمام موفرين دولارات في البنوك تمام وفيه تجار رفضين هي دي بقى الكارسة بقى دي النقطة الخطيرة جدا بقى الحقيقة إن احنا مش يعني مش اللوم لوحده نوجهه للحكومة المصرية لكن برضو فيه لوم ضد التجار وللأسف الشديد هؤلاء التجار أو بعض التجار عشان نكون دقيقين في التعبير يعني بعض التجار لديهم جشع هنا فيه تسريحات خرجت من مجلس الوزراء قالت حاجة مهمة جدا إن هيتم مصادرة جميع هيطبق القانون هيطبق القانون مصادرة جميع البضائع اللي هيعد عليها من واحد أبريل لو واحد مايو ده قرار في منتهى الحسم والحزم ده قرار مهم جدا جدا هنا يبدأ يحرك بقى التجار دول أو بعض التجار دول اللي هما لازالوا بيعملوا من وجهة نظر الشخصية ضد المواطن بالدرجة الأولى مش ضد الدولة لا ضد المواطن من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية وتحقيق كم كبير من الأربع يعني كفاية كده قرار الحكومة المصرية بمصادرة هذه البضائع ده درس مهم جدا من حق الحكومة فعلا تقوم بهذا الإجراء ودت مهلة هذه المهلة كافية جدا عشان يشتغلوا على طيب